تعالوا نشوف افكار الهيكل في الواحدة السبعة عايزنا نركز على ايه وممكن الاسئلة عليها هتيجي ازاي اول فكرة عايزنا نعرف تعريف شدة المجال الكهرابي ان هو عبارة عن القوة المؤثرة على وحدة الشحنة يعني القوة المؤثرة على شحنة على مقدار تلك الشحنة وان هو بيتقاس بنيوتن على كولوم تاني حاجة ان انت تعرف ان خطوط المجال الكهرابي ديت هي خطوط قوة واتجاه القوة عند اي نقطة فيها بيكون في اتجاه مماسي لخط المجال ده وتالت فكرة هي ان انت تعرف من خلال الرسم البياني ما بين فرق الجهد والشحنة ان انت تعرف تجيب سعة المكسف والشغل اللازم لشحن المكسف بعد كده عايزنا نعرف ان انت تشتق القانون بتاع شدة المجال مع القانون كولوم وتستنتق قانون الاي بتساوي كي في كيو على قرط ربيع وتعرف تحيل بيه المسائل وان انت تعرف ترسم خطوط المجال اللي طلع من شحنة مفردة سواء مجابة او سالبة بيبقى شكلها عامل ازاي وخطوط المجال ما بين شحنتين مختلفتين او متشابهتين بتبقى عاملة ازاي والسؤال اللي هيجي في الورقي هو ان انت تعرف تطبق القانون او دلتا فيه بتساوي دابليو على كيو داش طيب تعالوا نشوف يعني كده هيبقى عندنا خمس اسئلة امس كيو على الواحدة دي وسؤال واحد على الورقي تعالوا نشوف ممكن الاسئلة تجيلنا ازاي على الافكار دي طيب اول حاجة بيقول عندما تنخفط شحنة الاختبار الى النص فايه اللي بيحصل لشدة المجال فخلي بالكو من دي قوي انت ممكن تقول ان شدة المجال بتساوي F على كيو داش فلما الكيو داش تقل للنص فالعلاقة بينهم عكسية فشدة المجال تزيد للضعف ولكن ده غلط شدة المجال لا تعتمد على شحنة الاختبار ليه؟ لان لما انت تحلل ال F القانونها قانون كولوم في كيو اللي هي الشحنة المسببة المصدر في كيو داش اللي هي الشحنة داخل المجال على R تربيع وعندك هنا كيو داش هتلاقي الكيو داش راحت مع الكيو داش فالمجال بيعتمد فقط على الشحنة مصدر المجال وعلى المسافة فلا تتغير لما تغير شحنة الاختبار بأي قيمة إن كانت شدة المجال مش هتأثر طيب ميل الخط المستقيم في الشكل ده ده سؤال في الهائكل لازم تكون عارف العلاقة ما بين في الجراف ما بين دلتا في والكيو طيب ميل الخط المستقيم ده أي ميل بيبقى عبارة عن الفرق في الواي على الفرق في الاكس فالفرق في الواي اللي هو دلتا في على الفرق في الاكس اللي هو كيو طيب ده بيمثل إيه؟ احنا عارفين إن قانون الساعة الكهربية بيساوي كيو على دلتا في فمعنى كده إن دلتا في على كيو دوت هو مقلوب الساعة الكهربية طيب لو كان الجراف دوت ما بين الكيو والدلتا في يعني الميل كان هيساوي ايه؟ كيو على دلتا في فكان هيساوي الساعة الكهربية فخلي بالكم النقطة دي تتعرض شحنة اختبار موجبة مقدارها تمانية وين سبع مايكرو كولوم لقوة مقدارها كذا في اتجاه يصنع زاوية كذا شمال شرق فما مقدار شدة المجال فدية شحنة موجودة جوه مجال وميديني مقدار القوة عليها واتجاهه واتجاه القوة فعايز شدة المجال واتجاهه في الموقع ده فطالما شحنة داخل مجال فبنستخدم قانون F على كيو داش طيب يبقى الإيه بتساوي الF مدهاني ومدين الكيو داش حاول مايكرو كولوم لكولوم وعشرة أسالة بستة يبقى هجيب الناتج بالنيوتن على كولوم طب اتجاه المجال بيساوي ايه طالما دي شحنة موجبة داخل مجال يقرد لقوة في نفس اتجاه المجال يبقى المجال برضو عامل زاوي 24 شمال شرق عند زيادة فرق الجهد بين لوحية مكثف قلنا قانون مكثف Q على دلتا V فلما تزودت دلتا V ده هيعمل ايه في الساعة هتقول لي العلاقة بينهم عكسية فالساعة هتقل ليه او هتقل عن متا ولكن ده برضو غلط الساعة لا تعتمد على دلتا V الساعة بتعتمد بس على المساحة بتاعة اللحين اللي هي متكونة منهم والحاجات اللي كنا قلناها أثناء الشرح فلا تتغير مقدار القوة الكهربية بواحدة النيوتن اللي بتأثر على الكترون شحنته كذا موجود في مجال كهرابي شدته كذا يبقى عايز القوة بتساوي الاي في الكيو داش فهو مديني الاي ومديني الكيو داش هجيب القوة بالنيوتن نوع الشحنة في الشكل ده لازم تكون عارف ان المجال الكهرابي بتاع الشحنة المتجه للخارج يبقى الشحنة دي موجبة لو للداخل تبقى سالبة يعتمد مقدار القوة المؤثرة في شحنة موضوعة داخل مجال الكهرابي على ايه على مقدار المجال اللي هي موضوعة فيه وعلى مقدار الشحنة نفسه لو الشحنة زادت القوة هتزيد فحلي بالك الشحنة بتأثر في الإف ولكن الإيه لا تạتمد على الكيو داش طيب تمثеля مساحة تحت الخط المستقيم في الاعلاقة ما بين مم attractive في fulfilling ان zitten الخل بالك فيه فرق ما بين الميل وما بين المساحة تحت الخط المستقيم المساحة تحت الخط المستقيم الى monsieur قوص Q في دلتا V دي بتسوي ايه؟ اعرفوها ان ده الشغل اللازم لشحن المكسف وخلي بالكم منها لان دي طالبها في الهيكل فغالبا هيجيلكم الرسمة دي في الامتحان ما نوع الشحنات؟ لازم تبقى عارف ان المجال لما بيطلع من شحنة بتبقى موجبة لما بيدخل في شحنة بتبقى سالبة فالQ واحد داخل فيها فالQ واحد سالبة الQ اتنين خارج منها فالQ اتنين موجبة Q تلاتة داخل فيها فالQ تلاتة سالبة ما مجدر الشغل المبزول على بروتون لتحريكه من الصفيحة السالبة لصفيحة موجبة على بعد 4 و 3 من 10 سنطي لو المجال كذا طيب الشغل بيساوي دلتا V في Q داش والدلتا V مش مدهاني ولكن مديني ال E وال D فمديني ال E بمية خمسة وعشرين وال D خلي بالك لازم تحولها للمتر وال Q داش هتعد تدور عليها مش هتلاقيها ولكن خلي بالك من كلمة بروتون او الكترون ديت دايما بيبقى معتمد ان انت عارف الشحنة بتاعتها وهو كده كده يديه لك في المسألة فواحد بوين ستة زيرو اتنين فعشر أو السالب ساعتاشر والشغلة يطلع لك بواحدة الجول مكثف سعته كذا مديني ال C لو مديني الشحنة وعايز فرق الجهد يبقى الدلتا V بيساوي Q على C ال Q لازم احولها عشر أو السالب ستة والسعم الداني بالمايكرو فرد اضربها برضو فعشر أو السالب ستة ويطلع لدلتا V بالفولت ما فرق الجهد بين صفحتين تبعدان عن بعضهم البعض مسافة 18 ومجدر المجال بينهم كذا طيب يبقى الدلتا V بتساوي ال E في ال D هو عايز ايه فرق الجهد ممديني المجال ممديني المسافة لازم تحولها للمتر يطلع لك بالفولت الفكرة هنا ايه خلي بالك من الوحدات بتاعة النواتج يعني انت على ما اتذكر لو طلع لك مثلا 860 فولت هتبص في الاجابات مش هتلاقيها موجودة ولكن هتلاقي ايه تمانية ستة كيلو فولت فدي هي هيها دي فما تطلق بطش في الاجابات رجع الاجابات كويس وخلي بالك من الوحدات وشوف ايه المتساوي طيب تعالوا نشوف الامتحان الورقي ممكن يبقى عامل ازاي فبرضو بنركز على الملحوزات اللي قلناها في كل فيديو تكتب المعطيات والقانون والتعويض والناتج طب اول سؤال ما مجدر الشغل المبذول لتحريك شحنة مجدرها كزا بين لوحين متوازين فهو مديني الشحنة ولازم احولها للكولوم ومديني البعد بين اللحين لازم احوله المتر ومديني المجال عايز الشغل دلتا فيه في كيو دايش ومديني بدل الدلتا فيه مديني الاي والدي فهضرب التلاتة في بعض والنتج يطلع لي بواحدة الجول طيب ده تاني سؤال اللي في الهيكل وغالبا هيجيلكو زي وبالزبط فقولنا لو انا عندي العلاقة ما بين الكيو والدلتا فيه فميل الخط المستقيم اللي هو كيو على دلتا فيه ده بيمثل ايه بالزبط بيمثل الساعة ساعة المكسف تاني سؤال بيسألني ايه بقى ساعة المكسف فبنجيبها ازاي هنجيب الميل اختار اي نقطتين نقطتين على وي وليكن خمستاشر وعشرة ولكن خلي بالك هو مديلك هنا واحدة الكيوب ايه بمايكرو كولوم فخلي بالك من النقطة دي فلازم اللي انت تطرحهم تدرمهم في عشرة والسالب ستة على الدلتا فيه اللي هي عند خمستاشر كانت تلاتين عند عشرة كانت عشرين وتقسم ويطلع لك الساعة بالفرد ثالث مطلوب ماذا تمثل المساحة تحت الخط البياني فقلنا المساحة بتبقى عبارة عن الشغل اللازم لشحن المكسف أربعة ما مقدار الشغل اللازم لشحن المكسف ليصبح فرق الجهد بين لوحية تلاتين نحلها ازاي يبقى عايز مساحة المسلس اللي عند تلاتين بس عند تلاتين كانت الكيوب كام بخمستاشر فانا كده بقى عندي مسلس نص القاعدة اللي هي تلاتين في الارتفاع اللي هو خمستاشر وما تنساش تضرب في العشرة والسالب ست ويطلع لك الشغل بالجهول طيب رقم تلاتة اذا لازم قوة مقدارها خمسة وستين من الف نيوتن لتحريك شحنة مقدارها كذا مسافة كذا في مجال كهربي منتظم ما مقدار فرق الجهد الدلتا فيه بتساوي الاي في الدي طب هو هنا مش مدين اي ولكن مدين ايه مدين اف وكيو داش هي المسألة دي بس فيها مشكلة ان القوة اللي موجودة في السؤال غير القوة اللي مكتوبة على الرسم فهنستخدم الموجودة في السؤال دي غلطة بس يعني فالاف اللي هي خمسة وستين من الف عالكيو داش اللي هي سبعة وتلاتين في عشرة السالب ستة في الدي اللي هي خمسة وعشرين من مية لازم تحولها المتر هيطلع لك الدلتا فيه بالفولت رقم اربعة دي مسألة مهمة شحنة نوعات ذرة رصاص تساوي اتنين وتمانين بروتون اوجد مقدار واتجاه المجال على بعض كذا منها يعني عندي شحنة وعايزنا اجيب مقدار واتجاه المجال على بعد معين منها فبستخدم قانون ايه بالضبط بستخدم قانون كي في كيو على ار تربيع الكي انا عارفها وعايزنا والار هو مدهاني طب الكيو شحنة نوعات الرصاص دي اجيبها ازاي هو بيقول اتنين وتمانين بروتون يعني ايه؟ يعني فيه زيادة اتنين وتمانين بروتون على سطحها يعني مدين الان وانا عارف شحنة البروتون الواحد وبالتالي هعرف اجيب الشحنة كلية هاضرب اتنين وتمانين في شحنة البروتون الواحد واحد ستة اتنين في عشر اقص سالب تسعتاشر واجيب شدة المجال عند النقطة دي طيب اتجاه المجال هيبقى عامل ازاي؟ الشحنة دي موجبة لان الزيادة عليها البروتونات وبالتالي المجال هيبقى عند النقطة دي للخارج طب تاني مطلوب اوجد مقدار واتجاه القوة المؤثرة فيه الكترون موضوع على البعد السابق انا جيت هنا وحطيت الكترون عايز القوة اللي هتأثر عليه اجيبها ازاي؟ يبقى شدة المجال بتساوي القوة المؤثرة على شحنة على مقدار تلك الشحنة انا عايز الف فتبقى الف الكيو داش فعلى نفس البعد ده كان شدة المجال انا لسه جايبها طب الكيو داش خلي بالك مش ديه دي الشحنة مصدر المجال الكيو داش هي الشحنة الموضوع داخل المجال هو اللي حطيت مين؟ حطيت الكترون الالكترون ده شحنته كام؟ 1.6.02.10.19 يبقى نضرب المجال اللي احنا جايبينه في شحنة الالكترون هيدينا ال F بالنيوتن طيب دي مسألة ممكن تيجي في البونس حطيتلي كورتين A و B ديت شحنة موجبة 3.10.6 و دي شحنة سالبة 5.10.6 و عايزني اجيب محصلة المجال الكهربائي عند نقطة و بيقول المسافة ما بين الاتنين دول 8.10 متر و بيقول ان هي بتعمل معهم مسلس متساول اضلاع يعني ايه؟ يعني المسافة دي 8.10 و المسافة دي كمان 8.10 طيب فالشحنة الموجبة دي بتأثر بمجال عند النقطة دي للخارج و مقداره كام عايز المجال النتج عن شحنة يبقى هيساوي K في Q على R تربيع فالK اللي هي 9.10 والكيو اللي هي الشحنة دي على R تربيع اللي هي المسافة ما بين النقطة والشحنة طيب الشحنة بي بتأثر عند النقطة دي بمجال اتجاهه ازاي؟ اتجاهه للداخل و مقداره كي في كيو وبنحطش الاشارة السالبة على R تربيع طيب فانا دلوقتي عندي النقطة اللي انا عايز اجيب عندها محصلة شدة المجال بتأثر عليها مجال ال B عامل كده و بيأثر عليها مجال ال A عامل كده فدي هتبقى نفس مسألة الكوة اللي كنا حلناها في كولوم قبل كده هحلل كل مجال على محور X و Y وبعد كده اجيب محصلة المجالات في X و محصلة المجالات في Y و اجيب المحصلة انفيثة غرس طيب انا دلوقتي كان عندي ده مسلس متساوي الاضلعة يعني دي زاوية 60 دي بتساوي دي بالتبادل و دي بتساوي دي بالتقابل بالرأس و دي بتساوي دي بالتبادل وبالتالي انا كده معايا مقدار واتجاه كل مجال فحلل المجال ايه على محور X و Y على X تبقى E A كوزين 60 و على محور Y E A ساين 60 كده كده حللت فالتنين دول عكس الاتجاه هترحم بعد كده بقى عندي عند النقطة دي مجالين فقط واحد في الـ X و واحد سواء في الـ Y الموجب او السالب على حسب هنشوف مين اللي اكبر فهجيب المحصل من فيثا غرس وهجيب الزاوية بتاعة المجال المحصل من قانون تان سالب واحد العمودي على الأفق فدي اعتبر كل افكار الهيكل وممكن تيجي ازاي في الامتحان ويا رب يكتب التوفيق للجميع